مشروع مروج هذا المشروع سيغير المناخ في صحراء المملكة العربية السعودية من مناخ حار جاف صيفا إلى مناخ رطب ممطر وذلك من خلال إعادة مساحة 50 ألف كيلو متر من المظاهر الجغرافية الجافة وإعادتها بحيرات ومسطحات مليئة بالمياه كما كانت قبل 10 ألاف عام هذه المساحة من البحيرات والمسطحات المائية تنتج 120 مليار متر مكعب من المياه على شكل بخار ماء خلال 150 يوما من أيام الصيف وذلك حسب نسبة التبخر في المناطق الداخلية الجافة لتكون سحابة يوميا تغطي جميع المناطق الجافة في المملكة العربية السعودية أي 150 سحابة خلال فترة الجفاف والصيف كل سحابة تتكون من 750 مليون متر مكعب من المياه على شكل بخار ماء هذه السحابة المحلية اليومية بطول 1600 كيلو متر وعرض 1000 كيلو متر وارتفاع كيلو متر واحد وكثافة نصف جرام لكل متر مكعب وتتكون من 750 مليون متر مكعب من المياه على شكل بخار ماء يتحول ما تحمله هذه السحابة من المياه يوميا بشكل طبيعي إلى تساقط وأمطار محلية صيفية حسب سنن الله الكونية وبانتظام الأمطار المحلية صيفا طوال 150 يوما بالإضافة إلى الأمطار الموسمية شتاء سيتغير المناخ وتتحول الصحراء إلى مروج خضراء والأجواء الحارة الجافة صيفا والتي هي السبب الرئيسي في التصحر إلى أجواء رطبة ممطرة ومعتدلة وذات أثر إيجابي على المناخ والإنسان والنبات وسيكون لهذا المشروع عوائد اقتصادية تعادل عوائد البترول والغاز وعوائد بيئية لما يحققه من تغيير في المناخ كما يسهم مشروع مروج في تحقيق مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء وزراعة عشرة مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من هذا المورد الضخم للمياه الذي لم يسبق التطرق إليه من قبل سيتحقق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة لأرض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بإذن الله الفريق التنفيذي لمشروع مروج